اشتركوا في القناة استعرضاء العلاقات الثنائية الطيبة وسبل دعمها وتعزيزها واعرب الجانبان عن خالص تمنياتهما للقادة العرب بالنجاح والتوفيق في قمتهم والخروج بنتائج ايجابية تعزز التضامن العربي ووحدة الصف بين الاشقاء والنهوض بقدرات الامة العربية لخير وصالح شعوبها فيما اعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لجلالة الملك المعظم على دعوته الكريبة له لحضور القمة وتقديره لما لقيه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة كما جرى بحث مجريات الاحداث على الساحة العربية ومستجدات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وفي بقدمتها تطورات الازمة الانسانية في قطاع غزة واهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف اطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وضمان ايصال المساعدات الانسانية الكافية بمختلف الطرق الممكنة وبشكل مستدام ودون عوائق وجدد جلالة الملك المعظم في هذا السياق التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة وضمان حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية بما يحقق الخير والاستقرار والسلام لكافة شعوب دول المنطقة من جانبه ثمن فخامة الرئيس الفلسطيني مواقف جلالة الملك المعظم الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني ودور مملكة البحرين المشرف والمساند للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر